فيه يعني غدا هيكون يوم حافل مش بس علشان خاطر انطلاق العالم على مين المهرجان اللي يمكن هتلتفت ليه أنظار العالم أجمع لكن كل أنظار محبي الكرة أيضا هتكون في حالة ترقب لجماهير الكرة المصرية علشان بكرة مباراة القمة ما بين النادي الأهلي والنادي الزمالك المباراة اللي هتكون مقامة على أرض أستاذ القائرة فيه اللقاء المؤجل من الجولة الواحد وثلاثين من عمر الدوري المصري يمكن خلص الأهلي حرفيا حسم هذه البطولة تحديدا بعد فوز رميكا على بيرامدز لكن بيظل هو اللقاء الأكثر متعة وإثارة أكيد اللقاء الأكثر متعة فعلا والمصرين كولومبي يستنوه يعني إزاي يتعامل كولر وسوريو مع المباراة وإيه التكتيك اللي هيعتمدوا عليه ومين أقرب لحسم المباراة هل الأهلي زي مع عبد الصمد بيقول ولا الزمالك كل ده وأكتر هنعرفه من ضفنا اللي بنوارنا في الستوديو محمد عفيفي المعلق الرياضي صباح الخير عليك وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر صباح الخير بسانت هانم صباح الخير يا سيد أحمد صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر وبالتأكيد لا صوت يعلو فوق صوت القمة في الغد وقرعة إفرقية المؤهلة لإنهائيات كأس العالم بإذن الله متخابنا الواطن الأول يكون في مجموعة سهلة إن شاء الله كده مع القمة يبقى يوم كروي مفرح للكره المصرية يا رب يا رب نفرح في كل حاجة في كل حاجة بما أنك يعني أنت بتغلبنا دايما يا محمد بالكلام يعني نحن عاديم مع مذيع بالفعل مش معلق رياض معلق وناقد ويعني متعدد المواهبة يا محمد ما شاء الله عليك حمد قبل أن ندخل في المباراة طوقاتك للأرعى الأول أرعى ما نستهونش بها نحن في المستوى الأول وده شيء كواس جدا نحن تصنيفنا 34 عالمين كآخر تصنيف للفيفا بالنسبة لمصر وفي التصنيف الأول بالنسبة للقارة الإفريقية لأن هنا خامس أفريقيا فيما بين أول تسعة منتخبات في التصنيف اللي بيروحوا في التصنيف الأول علشان الناس تبقى عرفة أنه القارة الإفريقية يطلع منها عشر منتخبات لكأس العالم اللي هيبقى 48 منتخب لأول مرة هيكون 48 منتخب في كأس العالم اللي هيكون في كندا والولايات المتحدة والمكسيك بإذن الله في عام 2026 تسعة مقاعد مبشرة فده مبشر للكرة المصرية اللي يبقى الموضوع سهل شوية أننا نتأهل إن شاء الله لإنهاية كأس العالم بكرة بإذن الله القرى ستكون في الكوديفور مع الكونجرس بتاع الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مصر على رأس مجموعة التصنيف الأول كويس التاني نحن بدنا عن مغرب تونس جزائر كل بوارنا إيجاريا مالي السنغال كل دول مش هنواجههم لكن في التصنيف التاني ممكن تلاقي زامبيا في سكتك ومش سهلة ممكن تلاقي جنوب أفريقيا قيادة بيرسيتاو تفوقوا على المبلقة المغربية في تصفيات أمم أفريقيا الأخيرة في بريتوريا تلاقي بوركينا فاس وتلاقي منتخبات مش سهلة فبرده العين على التصنيف التاني التصنيف الرابع فيه ليبيا على سبيل المثال وليبيا واخدى الجرين كارد أنها تلعب على ملعبها وملعبها مش سهل مع الأمن اللي مش متزبط قوي برضو الأمور مش كويسة قوي فإحنا بإذن الله نقع فيه مجموعة ما يكونش فيها منتخبات صعبة وبرده فيه منتخبات ما تلعبش على ملعبها لكن بتختار دول ممكن تعزبنا احنا في المباراة لكن في كل الأحوال عشان بس نبقى واقعين منتخب مصر تقيل ومع روي فيتوريا هذا البرتغالي منتخبنا عنده بقى ميزة حلوة قوي فكرة أنه حتى ولو مساواة الفني مش عالي أنا بقدر أكسب ودي ميزة المنتخبات الكبيرة طرف تخلص المباراة ودي ميزة العقلية يلعب عن نتيجة ما يلعبش على التكتيك أكتر من فكرة النتيجة بالنسبة مش مهم الأداء بشكل كبير اللي هو المبهر قوي بقدر أنك تعرف تخلص المباراة زي منتخبنا الوطن الأول اللي فاز في آخر مباراة مش هقول الوداة بتاع جنوب السودان منتخب جنوب السودان بالمناسبة ممكن يبقى معانا في السكة لكن المباراة الرسمية اللي كانت في المملكة المغربية في الملعب الكبير بمراكش لما تفوقنا اتنين واحد وكنا متأخرين في النتيجة أمام غينيا في المرحلة ما قبل الأخيرة من الجولة أو المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا اللي إن شاء الله سيكون في الكوديفور في يناير القادم بإذن الله وتصدرنا المجموعة رغم أننا لسه نلعب إثيوبيا في شهر سبتمبر اللي جاي لكن تصدرنا ضمن الصدارة وتأهلنا لكأس الأمم الأفريقية فعندك ميزة أنه المتخبن بقى تقيل شكل هجومي أفضل حتى لو ما عندكش صانع العامة بلعبش مركز عشر روي فيتوري يعني ما بيلجأش الأفشة مثلا لكن التلاتة اللي قدام زي تريس جيم وصفى محمد ومحمد صلاح بيخدموا على بعض بيعرفوا يخلصوا مع بعض فبقى عندك ميزة أنه أنت في كل خط فيه تقل مع تقلق الأندية والمداربين اللي موجودين في الأندية زي أخوان كارلس أسوريو مع زمالك روي فيتوري أو مارسيل كولر مع الأهلي بيخدموا على روي فيتوري والمنتخب الأوليمبي كمان مع ميكالي بلعبين اللي طالعين كمان هو أقدم لك أماشا محترمة بيذكرني كده منتخب كرة اليد الأول عندنا لما منتخب شباب بطل العالم ومنتخب أو ناشئين بطل العالم شباب تلات العالم ومنتخبنا الأول كان ثامن العالم بعد كده بقى سابق العالم وقوي قوي ليه لأنه أماشا واسعة تختار اللي أنت عايزه وتشكل المنتخب الأقوى يمكن دلنا كنا بندور عليه بقالنا فترة أنه يبقى عندنا تنوع شوية في اللعيبة بتاعنا يعني دايما نكون حتى بنعد نقول لمنتخبنا ما يبتديش يشوف حتى الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج أنه حتى يستقطبهم عشان يلعبوا معنا طيب خليني أتجه معك بقى من المنتخب الوطني للأندية وخليني أقول لك أن الأهلي يمكن هيبقى بيرعب مستريح شوية وقردي تتوك باللقب الدوري ال43 فشايف إزاي المباراة هتبقى عاملة زي في ظل أن الأهلي شوية مستريح شوية كتير شوية كتير مستريح متوج باللقب الدوري وكل حاجة ولكن هذه المباراة هي التتويج الحيل لمسيرة مارسيل كولر هو تفوق في مباراة الذهاب ثلاثة لأشياء وكان قهرباء أفتكر سجل ومحمد شريف سجل هدفين فأول مباراة كان يمكن يلعب فيها قهرباء مع بعض الإقاف حتى وكان بشكل كويس ظهر النادي الأهلي لكن جمهور النادي الأهلي ولذلك مارسيل كولر هو أقم بلعب المباراة اللي فاتت علشان يريح فيما تبقى من الدوري بعد حسم لقب الدوري لكن عنده مباراة القمة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي هي مباراة التتويج الحقيقي لأنها مباراة بطولة في حد ذاتها بشكل خاص فلا مباراة هتكون قوية جدا كبيرة جدا صحيح مش هيتسلم درع الدوري في هذه المباراة زي ما قيل في الأخبار هيتسلم فيه مباراة حرس الحدود لكن كمستوى فاني هتكون مباراة كبيرة جدا مباراة هيلعب فيها مارسيل كولر بتشكيلة أساسية ما فيهاش أي لعبة حتى يمكن قد يبدأ بمحمد مجدي أفشل لأنه عمر السولية مصاب مش هيلعب في أدين مبرام للغيابات مع محمود متولي لكن مروان عطية أليو ديانج في نص الملعب مش هيبقى فيه أي تغييرات من على الطرفين سواء محمد هاني أو علي معلول عبد المنعم في التشكيلة ياسر إبراهيم في التشكيلة الأساسين كلهم برستاء وكهرباء وحسين الشحات كلها بشكل جدي من أجل الفوز لأنه كمان عنده تحدي فكرة أنه إنهاء الموسم هو تقود باللقب دون أن يخسر في أي مباراة لكن إنهاء الموسم بالفوز على الزمالك ذهابا وقيابا وكمان ألا يخسر في أي مباراة بالأربع مبارات المتبقية بعد مبارات الزمالك أعتقد أنه هيبقى إنجاز كبير قوي يحط مرسيل كولر بعد الخمس ألقاب لأنجازهم خلال وجوده في وقت قلال جدا مع نادي الأهلي إنه كمان لأ أنا فوزت على الزمالك رايح جاي وكمان خدت الدوري بدون أي هزيمة بما فيها الفوز على الزمالك رايح جاي هتبقى بينكو سين مهمة أوي الجمهور النادي الأهلي نعم طيب إحنا بنتكلم على كولر وشايفين إن كولر عنده الأفضلية في حاجات كتيرة قوي ويمكن هو داخل بقى ريحية كبيرة بسبب له خلاص فعليا هو حسن صحيح أسوريو بقى شايف هيعمل إيه في هذه المباراة شوف أسوريو هو صمم على اسلوبه وطريقة إنه يلعب تلاتة في خط الظاهر ويلعب أربعة تلاتة بعد كده وفي الأول عانى وعانى كتير ولكن بدأ يطبع بهذه الطريقة وبدأ يلقى الإقاع صحيح الفرق اللي كان بيلعب قدامها ساعدته بما فيها مثلا خطأ أي محمود جنش حارس مرمى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر اللي لو لا هما كان ممكن فيوتشر يكون فاز لأنه أكتر فريق عانى قدامه نادي الزمالك بالطريقة دي ولكن فاز في الآخر الزمالك 3-2 يعني في هذه المباراة لكن استقبل هدفين وبين ثغرات لكن هو بيعدل أو بيعدل اللعيبة بتخدم أو بتخدم على طريقة لعبه مش كلها دونجا هيغيب على الأغلب هيغيب هو بيعاني بالإصابة بدأ يتعافى لكن على الأغلب هيغيب لأنه لو شارك في هذه المباراة ممكن ترجع عليه الإصابة بشكل أقوى والزمالك عنده أهم من الدوري وأهم من مورات القمة علشان نبقى وقعين البطولة العربية ستكون في المملكة العربية السعودية وهيكون أمام النصر السعودي بكريستان رونالد وكريم بن زيمة مع مش عارف مين ومين وإلى البطولة العربية داخلها قصة كبيرة جدا وداخلين في مجموعة قوية جدا نبقى نقول عليها في وقتها لكن فكرة أنه يكفي النصر السعودي والصفقات اللي موجودة فيه اللي هيلاعب في مجموعة نادي زمالك فزمالك بيفكر في البطولة العربية ده الأهم بالنسبة له في المملكة العربية السعودية الشهر الجاي خلاص خسر دولي فمش هبكي على لبن المسكوب زي ما بيتال الزمالك نعمل زي المباراة اللي فاتت يعني الزمالك كان أداءه عمل زي المباراة اللي فاتت هل كان أداءهم كويس جدا بس تلم يحالفهم الحظ هل كان ممكن يعملوا أحسن كان أكيد ممكن يعملوا أحسن تغيير الطريقة بوز بشكل كبير المنظومة أو السيستم اللي كان بيلعب بين الزمالك يعني إيه الطريقة اللي تغييرت إنه كان بيلعب بأربعة تلاتة تلاتة واربعة اتنين تلاتة واحد حسب الطريقة المعتادة عليها بيلعب بأربعة في خط الدار لكن أسوريو قالك لأ أنا ألعب بتلاتة وفاتوح لازم يكون طاير من ناحية الشمال هو عنده أدوار هجومية لما استغلهوش دعم الثغارات في نص مال من العابية ما كانتش متركبة على الطريقة فالزمال كان بيعاني ولذلك هو بعد قوي دلوقتي بينافس على المركز التالت ورسميا سيشارك في دوري الأبطال لأنه سنة الفتاة ما شاركش لأنه خدنا دوري الأبطال أهلي وزمالك من الدور الأول اللي هو 17 أسبوع الأولين لكن دلوقتي برمز رايح خلف الناد الأهلي في دوري الأبطال دوري الأبطال كمان هيتلعب مع دوري السوبر وكون فدرالية ما تلغتش عشان الناس كده بتقول تلغت لا هيشارك ولكن ما فيش دور تمهيدي تاني من الفرق اللي وقعة من دوري الأبطال لكون فدرالية مباشرة والأهلي والفرق اللي موجودة في دوري السوبر هتروح دور مجموعات مباشرة في دوري الأبطال عشان بس الناس ستبقى فهم لأنه فيه حاجات تغيرت فيه الفترة الأخيرة لكن الزمالك غير من طريقته بشكل سلبي إلى حد كبير ثم بعد ذلك تطور الشكل مع نتائج بثقة اللعبين في أسوريو شوية بشوية مع تقلق بعض اللعبين يعني شيكبالة على سبيل المثال اللي هو ليجند أو أسطورة بالنسبة ليجا مهير نادي الزمالك تقلق مع هذه الطريقة لقى نفسه لقى المساحة اللي هو عايز مع عدم الضغط من فرق قدامك فأنت بتلاقي أن أنت بتهاجم شكل أكبر فبتقدر أن أنت تقرب لمرم الغريم فبتخلص زيزو وتقلقه على سبيل المثال زيزو محور لعب في طريقة 3-4-3 زيزو لو مش في حالته الزمالك بره الليلة صحيح مصطفى شلبي عيهاي يغيب في المباراة اللي جاي على سبيل المثال مصطفى شلبي من عناصر المهمة جدا في هذه الطريقة يغيب لكن تقلق زيزو حسسنا شوية بالهدوء في تشكيلة نادي الزمالك مع التقلق والنجاح أعتقد أنه التشكيلة لا يغنى عن عبدالغاني في خط الظهر مع مصطفى زينايري وتقلقه ومثلوثي وتقلقه برضو في هذه الطريقة مع بأنه فت شوية بقدر يجري أو يسد دفاعياً هجومياً مقروقة وعمر سيسي فتوح وزيزو في نص الملعب الجزيري سيفدين الجزيري برضو بتقلقه زي وزيزو عمل حالة حلوة بتحركاته اللي مركزية بتاعته هي اللي ممكن تخلق لدفاعات النادي الأهلي الصلبة قوي اللي بيقودها محمد عبد المنعم المتقلق قوي وفترة من فتر كنا مع بعض على فكرة واتكلمنا عن أنه محمد عبد المنعم متقلق بشكل كبير صحيح قلنا بلاش نديله النفخة الزيادة لأنه لو سيكولوجياً الموضوع وصل بزيادة قوي عنده متلس ما يهله نفسياً للحيطة دي فهيبتدي اللي هو يبقى فيه مش عاوزين نقول غرور لكن اللعب بثقة قوي أحياناً بيخليك تفقد مش تكسر ولذلك الأهلي بيستعين فعلاً ومارسيل كولر فضل كده إنو يستعين بدكتور سيكولوجي مع الفرقة علشان بعض العيبة اللي متقلقة قوي ما تخدش بالزبط ما تتعلاش على كورة وكتير من الأحيان محمد عبد المنعم يحداً اللي عادت في الإسبوع الأخير ده اللي فاز فيه نادي الأهلي اتنين لاشي منه أخطاء سهلة وسازجة وما قبلها على رغم الموضوع بسيط ولكن بيضغط عليه ممكن يخطئ خطأ غريب إنو يخطئ فيه لا مركزية سيف الدين جزيرة ممكن تقلق محمد عبد المنعم لنوش في حالته ولذلك محمد عبد المنعم في مباراة الغد هيلعب زي وزي ملعب قدام الوداد على سمين المثال طب أفيفيس معانش هل الطريقة دي ممكن يغيرها عشان كسر الثوابت في مباراة هامة وهي مباراة القمة اللي متأجلة في الإسبوع الواحد وثلاثين من عمر الدول أنا شوف لا ومش هيغير طريقة اللعب هو يلعب بثلاثة في خط الظهر واربعة في نصف بلعب وثلاثة قدام وهيقول أنا عايز أكسب الأهلي كده لكن الأهلي هو اللي هيغير له طريقة اللعب لأنه على الأغلب هيلعب بصنق ألعاب بكرة لأنه لو هلعب بصنق ألعاب بكرة مارسيل كولر معنات لأهلي أولعب بأفشة بالأحرب إذا مالك ممكن يعاني معاناة كبيرة جدا في ظل أن وجود تلاتة فقط في خط الدفاع ونصف ملعب ممكن ما يسدش فيه الرجوع دي وجهة نظر الشخصية فممكن يلعب بأليو ديانج مروان عطية قلنا عمر السولية على الأغلب أنه هو غاي بدأ على الإصابة ويلعب بمحمد مجدي أفشكي يرجع لطريقة أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة اتنين ثلاثة واحد واللي هيلعب مركز عشرة أو صنق ألعاب أو محمد مجدي أفشكي بالأحرى لو ظهر ولقى مكانه ولقى مسحته ما بين نص ملعب الفجو اللي يكون موجود أو خط الدفاع حدث ولا حرج من صناعة لعب لبيرسيتاو لكهرباء طبعا في العمق هيكون موجود كشهد سترايكر أو مهاجم صريح موجود على جرق وحسين الشحات وتحركاته الإجابية الكبيرة زي ما تكلمنا عن سيف الدين الكزيرة وتقلقه اللي ممكن يتعب الاتنين الاستوبرين بتوع النادي الأهل ياسر براهيم ومحمد عبد المنعم لا الزمالك قضي وعاني بشكل كبير جدا نفعين بسبب طريقة اللعبة وجود ثلاثة فقط ومش كل اللعابين اللي موجودين في نص الملعب اللي ممكن يلعبوا بما فيهم اللي بيعودوا ولا على أغلب هيكونوا موجودين زي عمر السيسي ومحمد أشر فروقة ممكن يسدوا قوي في تغطية مهارات ديانج مع مروان عطي العمل حالة حلوة وحاجة حلوة مع نادي الأهلي منذ قدومه في يناير الماضي ما قبل نهاية كاس العالم الأندية وفي نفس الوقت محمد مجدي أفشا وصنعته اللعب وتقلقه رغم أنه بينزل بديل لكن بيبقى عايش في المبرايات ومتأقلم على هذا الوضع فماشي بحالة من التقلق العالية فأنا شايف أنه الأهلي بالراحة النفسية لعنده بتتويجه باللقب عنده أدبانج أو ميزة أكبر من نادي الزمالك في هذين المبراه لكن كل شيء ورد لأنه قمة دائما خرج التواقعات لأنه لو الزمالك جاب جول مبكر أو زيزه في حالته وفعلا تعب اللعبين مع تحركاته باللمركزية اللي زي ما قلنا بعملها سيفدين جزيري وضربوا دفاع نادي الأهلي في مرة ممكن يفكوا شوية تركيز بدعا دفاع نادي الأهلي ونصف ملعبه ومن ثمه ممكن يساعد في أنه يركب الجيم من بدايته طيب ولو الأهلي بقى المباراة أسوري بقى فجئنا بخطة تانية ولعبنا تمام من غير تلاتة أربعة تلاتة تلاتة تريبا دي لتلاتة أساعة طيب لو أنا دلوقتي لو الأهلي زمالك جاب جول في عقول المباراة الأهلي قدر يعوض الأهلي قدر يعوض في المباراة دي خلال الشوت التاني مثلا منها أو لما طول المباراة طبعا الأهلي عنده صلابة ذهنية دائما نتكلم حتى عن فكرة اللعابة تنس والناس وتممبل بشغالها دلوقتي دائما نتكلم عن صلابة ذهنية لدى اللعب في قراراته شوف في لعبة تنس في لعبة سريعة فانت بتاخد جرار في جزء من الثانية لو معدك صلابة ذهنية بتقع على الأرض دي ميزة لعبنا دلأهلي أنه معدهم صلابة ذهنية في فكرة أنه آه قدر أرجع في نتيجة وبشكل كبير جدا لكن زي ما بقول مع الزمالك مع ضغط الجماهير اللي بتكون موجودة مع الكلام اللي بيتقال من المدرجات ممكن آه لو دخل فيك هدف مبكر وزمالك بدأ يركب الجيم بشكل كويس تقلق شيكبالا تقلق أحمد سايزيزو الجزيري العيبة اللي موجودة لا ممكن يهزوا النادي الأهلي ويقدروا أنهم يمشوا المباراة زي ما هم عايزين لكن الأقرب بما قدموا النادي الأهلي وقدموا ما يشف عليهم أن يفوز بلقب الدوري ولقب السوبر المصري واثنين كاس مصر وماشي بشكل قوي جدا أو اثنين سوبر ولقب كاس مصر لأنه آخر كاس مصر كان نهائي ما بينه وما بين الزمالك مش برمز كان الزمالك هو الفاس 2 لأشيء وشفنا عمل إيه الزمالك لما كان زيزو سجل ومشي تأمور وركب الجيم إزاي هي دي بقى التركات البسيطة كده بس ما كان شو يلعب 3-4-3 كان يلعب بطريقة تانية مختلفة لكن مع أسوريو قد تكون هذه البطولة وإنقاذ الموسم بالنسبة للزمالك نتكلم على مباراة الكل ينظر لها على أنها هي مباراة القمة ومباراة حسم لقب الدوري في حد زيته مع فارق طبعا النقاط نتكلم على الأهلي 75 نقطة منتكلم على الزمالك 69 على 59 عفوا على ما أعتقد فإذا منتكلم فيه فرق نقاط كبير لكن لغة كرة القدم لا تعرف سوى الانتصار لا تعرف سوى المكسد مش هنفتكر مين الليعب كويس ومين الليعب وحش لكن بنفتكر مين اللي فاز في هذه المباراة وبنتمنى الفوز طبعا لصاحب الأداء المشرف في الأرض والملعب في اليوم ده الزمالك ممكن يكون دي مباراة أنقاذ الموسم بالنسبة للبطولة بتاعة أنقاذ الموسم المحلي بالنسبة لل صحيح نشكرك محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي شكرا لوجودك معنا في صدح شكرا شكرا